دون الإشارة إلى رفع الحظر عن المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار البنك المركز العراقي يعلن أن وفده المصرفي برئاسة المحافظة علي العلاق التفقع مع الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية على وضع ما وصفها باللمسات الأخيرة على إغلاق عمل المنصة الألكترونية لبيع الدولار في نهاية العام الحالي فيما أكد اقتصاديون أن الزيارة ناقشت أعمال التدقيق المالي على المصارف العراقية لا سيما المعاقبة منها وملاحقة أي شبهات لتهريب الدولار أو غسيل الأموال بالعودة إلى ثلاث سنوات ماضية ورغم وصف البنك المركزي زيارته إلى نيويورك بالناجحة إلا أن اقتصاديين شككوا في النتائج عقب إعلان البنك تعاقده مع شركتين عالميتين إحداهما ستتولى تدقيق حسابات المصارف خلال السنوات الثلاث الماضية أما الشركة الأخرى فستتكفل بتدقيق طلبات التحويل قبل أن ترسل إلى البنك المركزي الذي سيرسلها بدوره إلى الفيدرال الأمريكي عن طريق المنصة الألكترونية أعضاء من اللجنة المالية البرلمانية اتهموا البنك المركزي مرارا بالفشل في وقف عمليات تهريب الدولار وضبط أسعار صرف العملات الأجنبية لافتين إلى أن طرح البنك نحو مئتين وسبعين مليون دولار يوميا في مزاد العملة أمر خطير لعدم تمكنه من معرفة مصير هذه المبالغ الكبيرة والتي لا تتطابق مع المواد والسلع الداخل إلى العراق عقب تدقيق الحصيل القمرقية خاصة أن السوداني سبق أن اعترف بأن خمسين مليون دولار تكفي لسد حاجة السوق العراقية ومنذ مطلع العام 2023 تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق إلى إيران وسوريا ولبنان وهو ما أدى إلى تدهور قيمة الدينار العراقي أمام السعر صرف الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مئة دولار من عكس سلبا على أسعار المواد الغذائية وفاقم من معاناة الناس من أصحاب الدخل المحدود